موسيقى السلام عليكم ما زالت أزمة الاستفتاء الكرد الذي أجري في الخامس والعشرين من أيلول الماضي تراوح مكانها ومرشحة إلى مزيد من التعقيد خاصة بعد إجراءة بغداد اتجاه كردستان وكان آخرها الطلب من تركيا وإيران بعدم التعامل المالي مع الإقليم وخاصة في المجال النفطي وفي وقت تطالب حكومة إقليم كردستان بفتح حوار غير مشروط مع بغداد تتمسك الأخيرة بموقفها الرافض للاستفتاء ونتائجه وتشترط على الإقليم إلغاءه قبل الدخول في أي تجولة للمفاوضات تداعيات الاستفتاء الكردي قصتنا لهذا الأسبوع من برنامج العمود الثامن سنناقشها من خلال ما كتبه الكاتبان عبد الحليم الرهيمي أهلا وسهلا أهلا ومرحبا بك والدكتور أحمد مهدي مرحبا دكتور الرهيمي كتب في جريدة صباح عمودا وضع له عنوان نحو حل عقدة الاستفتاء وكتب أحمد مهدي في جريدة الحقيقة عمودا بعنوان الانتقاء السياسي قبل الدخول في تفاصيل ما كتبه هذه إطلالة على بعض المنشتات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع جريدة المشرق جبوري وبرزاني ونجيفي واكدون أهمية التهدئة والحوار مكتب لعبادي لحوار من دون الالتزام بالدستور جريدة الشرق الأوسط للعراق يطالب دول الجوار بوقف نفط كردستان موقع سوماريا نيوز السفير العراقي في موسكو لن يحصل صدام بعد استفتاء كردستان جريدة الحياة اللندنية بغداد تشدد إجراءاتها ضد كردستان وجبوري يؤكد وجود فرص للحل جريدة الزمان العراق يعيد تأهيل أمبو بنفط كركوك خارج سلطة إقليم كردستان حياكم الله مشاهدين كرام مرة أخرى كنا وبعض العنوانات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع لأن نبدأ بمحاور البرنامج مع الفقر الأولى لمقالة عبد الحليم الرهيمي في جريدة الصباح إذا كان من غير المتوقع ومن الصعب كما يبدو حتى الآن أن تتراجع القيادة الكردية في أربيل عن موقفها المتعنت فأن السلطة الاتحادية في بغداد المستندة إلى الدستور والقانون في موقفها الداعي لإلغاء الاستفتاء وتداعيته والمستندة أيضا إلى شبه الإجماع الدولي والإقليمي والداخلي لا يمكنها بل من الصعب الافتراض أنها ستتراجع عن موقفها سيد الرهيمي من الواضح أن هناك تصلبا في المواقف فيما يخص بغداد وإقليم كردستان برأيك إلى ماذا يستند الطرفان في هذا التصلب؟ يعني كما قلت في المقال سيد مسعود أو قيادة الإقليم في أربيل تستند أنها أجرت استفتاء وهذه إرادة الشعب وبالتالي لا نستطيع أن نتراجع استفتاء لا يمكن أن يلغى ما هو يعني كما يقال أساس الاستفتاء هو غير دستوري أساس يعني أنا وجهة نظرهم هم يرون هكذا بيستندون إليها أمام الرئي العام أو أمام شعبهم الحكومة الاتحادية موقوفة هو الأقوى الحقيقة يعني بشكل حيادي لأنه هذا إذا هم يعتدون على الدستوري الشعب فأيضا الدستور العراقي والحكومة العراقية دولا كلهم انتخذهم الشعب العراقي وبالتالي أيضا نتحدثون باسم الشعب العراقي يعني باسم 30 مليون الآخرين دولا مستفتين على رفض هذا الاستفتاء لذلك تمسك الحكومة العراقية والقضاء والبرلمان بهذا الموقف تسند إلى هذه الجوانب طيب سيد رهيمي يعني الحكومة المركزية تتمسك بالحجج الدستورية نعم وقليم كردستانية تمسك بحجج الاستفتاء الشعبي هل يكفي يعني هل هناك ضوء للوحل وطريق وسط ما بين الجهتين هو طريق الوسط بالتأكيد اذا كان هناك طريقان هناك طريقان الاول هو ان تم الحكومة تبدي تنازل اذا لم يتنازل الاقليم انه يؤجل مثلا لسنتين لكن لا يطرح على طاولة الحوار التي ستتم نتحاور لكن لا يتدمع الاستفتاء يتأجل بعض سنتين بضمان ربما امريكية اقليمية هذا حل الحل الآخر انه مسعود مثل مثل قران مثل جماعة الاسلامية مثل اخر احزاب سياسية لانه هو صفات الشرعية انتهت يعني صلعية وبالتالي مثل ما تتحاور مع الحكومة كرئيس هو ليس رئيس كقوة سياسية واجتماعية كردستانية لا يريد الارتزام بما قاله الدس والعراقي بإمكان الحكومة ان تتجه الى الاحزاب الاخرى الاحزاب الاخرى اللي هي ممكن هذا سعد ما تتمسك راح اسأل حضرتك يعني ولك محور في مقالتك حول شرعية مسعود يعني من عدمها من بقائها لكن دعني اذهب الى جريدة الحقيقة والمحور الاول لمقالة احمد مهدي على الرغم من تصاعد وطيرة الخطابات السياسية والاعلامية المتعلقة بمشكلة الاستفتاء الكردي وعلى الرغم ايضا من تصدر التهديدات الاقتصادية على تلك التصريحات الا انه لم نجد اجراء اقتصاديا فعالا يثبت للكردي قوة الدولة المركزية وقانونيتها الدستورية والامر نفسه ينطبق على دول الجوار المعنية بالشأن الكردي تركيا وايران يعني دكتور احمد شو تريد لم نجد اجراء اقتصاديا فعالا يعني تريد اتجوع الشعب الكردي لا احنا نتحدث عن حكومة كردستان وليس عن شعب كردستان شلون؟ القضية اعتقد انه المحور الاهم الذي كان يغامر عليه مسعود هو البعد الاقتصادي تركيا مسعود لديه تجربة سياسية معها قبل قضية الاستفتاء طيب ماذا صنعت تركيا من تهديداتها ازاء الجيش العراقي في قضية منع دخول الحجد الشعبي الى تلعفر واعتبرها هي قضية بها بعد قومي لتركمون زي سوى ممارسات وخطابات ألقاها اردوغان وانتهت القضية بدخول الحجد الشعبي الى تلعفر البعد اللي اقصد بالاقتصادي ان التبادل التجاري بين الاقليم وبين تركيا يصل الى 10 مليار حسب المواشرات الاقتصادية ناهيك عن ما يقارب مليون برميل من كردستان يسطر عن طريق تركيا البعد الاقتصادي الان هو المحور الاساسي في كل صراع عالمي ليس فقط في هذه المنطقة لذلك ليس من السهل ان تتنازل تركيا عن هذا الكنز المالي في هذه البقعة أزاء قضية تهديد الاستفتاء يعني اجراءات الحكومية التي اتخذتها من حضر الطيران وطلب ايقاف التعامل للنفط مع الاقليم أليست كافية؟ حضرتك قلت قلت هو طلب لكن ليس المهم في الطلب في تنفيذ هذا الطلب قضية طائرات هذا أضعف ما استطاعت أن تقومه الدولة وربما هذا البعد الوحيد الإجرائي الذي تستطيع أن تنفذه لو كانت لديها خطوات عملية حول المنافذ الحدودية لما التجأت إلى قضية الطيران ربما هذه الورقة الوحيدة التي تستطيع أن تتحكم بها داخل الاقليم دكتور زبيدي هل تتفق مع وجهات نظر بعض الزعامات السياسية التي زارت الاقليم مؤخرا ودعت أو شددت على قضية التحاور مع الاقليم؟ هذه أخذت أيضا للأسف بها بعد طائفي خلي نقول خاصة تصريحات السيد النجيف الأخيرة التي قال فيها أن مشكلة السنة مع الشيعة أكثر من مشكلة السنة مع الأكراد فلذلك هنا ربما يحاول الزعامات السياسيون السنة استرجاع عافيتهم السياسية التي خسروها جراد وقود داعش كان أياد علاوي معهم في ظن الزعامات السياسية؟ يعني خطاب أياد علاوي يحاول أن يكون رجراجا غير مستقر في منطقة معينة لا هو في المنطقة المدنية الراسخة في مرجعياته اختلفة ولا هو في المنطقة الطائفية ولعم هو رجراج في هذه المنطقة ربما ينتهز الفرصة المناسبة ليعيد رصيده الاجتماعي جميل أدي ذلك إلى تدخلات ومنزلقات ربما كارثية فأن ماما سلطة الاتحادية وحكومة الدكتور العبادي أمرين مهمين تستطيعان القيام بهما وتحت سقف الدستور لمعالجة الأزمة الأمر الأول الذي يمكن المباشرة في تنفيذه هو حسم مسألة القيادة في أربيل أما الثاني فيتمثل في اتفاق الحكومة الاتحادية والقيادات الكردية المعتدلة طبعا ما طرحته سيد الرهيمي في هذه الجمل يعني هو كان جزء منه في المحور الأول حول القيادات الكردية والحل الذي يراه البعض غير عملي في إزاحة مسعود الآن سؤال الأول كيف تنظر إلى دعوة بعض السياسين العراقيين وزيارتهم إلى كردستان والدعوة إلى الحوار طبعا أعتبرت خاطئة لأسباب عديدة لكن سيد العبادي بالأمس قال بمؤتمر الصحفي يعني أحدهم عبر قلت له ولو قاسي قال ضربهم بوري يعني قال نحن لا نريد لا وساطة ولا مبادرة نتحدث وهو الواقع الشيء من المعروف ما انغطع سيد العبادي مع مسعود بالاتصالات تليفونية وفود رايحة ودجاية ولذلك إذن انتفت أهمية هذه الزيارة الثاني كان ينبغي إما يذهبون لإقناع أربيل السيد مسعود أن يتنازل أو يتراجع ليسهل أمورية الحوار لأنهم يرون من الصعب أن يتتراجع الحكومة والقضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لكنهم ذهبوا لا عكس سيجدون حلول وسط لذلك ما كان ينبغي يتحدثون بهذه اللجة لهذا يقوي الحقيقة موقف مسعود يعني شفنا في اليومين أخيرا حتى مسعود ذا انتبهت وحكشة بالشكل المتغطرس يعني وهو الأضعف بالمعادلة كله قال أنا أندرت الحكومة لفترة بسيطة أن تقرر تحاورني أو لا يعني هذا الموقف بعد زيارة الوسطاء والأصحابين طيب كيف تفسر زيارتهم؟ نعم كيف تفسر زيارتهم؟ دكتور رحمد مهدي قارب الموضوع بأن هناك ربما ريحة طائفية هل تتفق مع هذه الوجه؟ يعني في جانب طبعا بالتأكيد ليس الآن سيد النجيف طائفي دعوة للتقسيم ونفوض الحملة ضد التقسيم تبدأ من ذاك الوقت كان مثل السنوات يدعو لقليم سني كان السيد النجيفي من أعلى الأصوات ضد الكرد بداية الانتخابات بعدين صار معهم بعدين صار أكثر من سنتين صار يدعو لقليم سني يعني طائف على الأقل الآن ستبعض القيادات السياسية السنية ليس تدعو لقيم تدعو إلى أقاليم جغرافية هو لا دعا إلى أقليم سني في هذه المناطق طبعا هم صار يرون من الصعب تجمع هذه الأطراف نوصل ودياله وصلاح الدين والأنباء طيب الموضوع هذا يأخذنا بعيدا عن فيما ذكرناه في الجمل لحضرتك قبل قليل أنك تتبنى وجهة نظر متشددة حيال الأقليم وتطرح حلين غير عمليين كما يراه البعض لماذا هذا التشدد؟ لسه متشددا ضد الأقليم أنا أقول طالما إذا ظل سعصاء في الحوار والحوار أنا أعتبره مهم جدا ممكن كل شيء يصير فيه في الحوار واليوم نزل المقال إلى آخر يتحدث عن الضارة والنافعة في هذا الحوار ما تتقول حسم القيادة في كردستان تقصد سيد البرزاني قطعا شخص البرزاني شخص البرزاني وبالتالي هكذا أرى ربما يكون البقاء لم تحصل تفاصيل بس إذا تم الاتفاق مع قيادات أخرى هذه قيادات كردية وقيادات كردية وهذه ما متورطة بالإستفتاء صحي جزء ربما صوتت وبما كذا لكن ما معنية بهذا القرار لتخذت الحكومة كل من عمل الإستفتاء لأن الحج الآن ربما اللي صوت أو كذا مو مشكلة لكن اللي قاموا فذول إذا أجوا بعد فترة من الحوارات أنا أعتقد حتى مسعود برزاني يأتي إلى الطاولين لا يستمع رح نروح الفاصل هل قضية حسم قضية مسعود برزاني ومدى صلاحيته على البقاء رئيسا إلى أقليم كردستان شرعي وهل من صلاحية الحكومة الاتحادية العمل بهذا الاتجاه السؤال لكم ولكن بعد هذا الفاصل مشاهديا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم حياكم الله ومشاهدين الكرام وحديثنا في العمود الثامن عن تداعيات أزمة الاستفتاء الكردي كان حديثي قبل الفاصل أو سؤال عن هل من صلاحية الحكومة الاتحادية القيام بما طرحته من وجهة نظر حول شرعية مسعود برزاني نعم هي ليس الصلاحية وإنما هناك قيادات كردية يعني أنا أقول مسعود البرزاني السيد مسعود مثل قيادة كوران مثل أي قيادة حزبية طيب الآن هو رئيس قليم كردستان باعتراف الأكراد واعتراف القانون واعتراف الدستور وفي ناس يطالبون للحكومة والبرلمان العراقي كان ينبغي أنه لا يمثل يعني لأنه مر على صلاحية لو فعلا هو رئيس يعني تبقى أشكالية لو باقت رئيس شرعية طيب يعني أليس من الأولى أنه قبل سنتين كان هذا الكلام المفرض يصير مصار مصار بس الآن كل شيء ما لأخذون طيران ربيل وكذا النفط كان بحاجة لا وقت وهذا كلها تعرف ليش ما ندخل بتفاصيله لأنه أي مشكلة منها يتفجرها سابقا كان وصل لنفس المشكلة الآن بس تأخير المشكلة إلا تفجرت بالاستفاد جميل سيد مسعود أليس هذا اعتراف بشرعيتي بأنه رئيس الأقليم طيب مطالبة مسعود بالتنازل عن الاستفتاء أليس هذا اعترافا ضميا بأنه رئيس الأقليم يعني من الظلم أن نقع اللوم كله على الأقليم في خرق الدستور لماذا لا ننظر إلى خرق الدستور داخل الحكومة المركزية أين كانت الحكومة المركزية أزاء أقليم عطر البرلمان لسنتين متواصلتين وطرد رئيس برلمانه تتخذ إجراءات رسمية والآن خطاب العبادي أنه من أجل الشعب الكردي أين كان عن هذا الشعب الكردي قبل الاستفتاء لماذا أصبح الآن القضية النظر إلى الشعب الكردي بإيجابية وهذا المصطلح يكثر تداوله أسألة مهمة ومثيرة دكتور أحمد مهدي ابقى معي نذهب إلى المحور الثاني لمقالتك في الحقيقة إن من أبرز نتائج السياسة التوافقية التخذلية أنها أدت إلى انتقائية في المستوى القانوني والدستوري وصارت تعامل مع الملفات الحساسة بحوارات حزبية من دون أي سند قانوني فإن اختلفا هددا بعضهما بالدستوري والقانون وحيال ذلك كله كيف للمواطن العراقي أن يثق بصدق نوايا الحكومة في السيطرة على المنافذ الحدودية الشمالية بالوقت الذي تعاني المنافذ الجنوبية والوسطية من الفساد التجاري يعني دكتور أحمد مهدي أنت تشكك بقدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ الشمالية لا تستطيع الحكومة المركزية السيطرة على المنافذ الشمالية إلا برضى الدول التي كانت متناحرة معها تركيا وإيران ومن المعيب حقا أن تتم السيطرة على هذه المنافذ عن طريق الأيدة التركية والأيدة الإيرانية هذا يعني ستكون سيادة خارجية على المنافذ وليست سيادة داخلية متى ما استطاع العبادي؟ لا قضيت مصالح يعني شو سيادة داخلية وسيادة خارجية؟ هذا مصالح إذا كانت بغداد حكومة خارجية وليست حكومة داخلية داخل البلد تمثل كل مكونات الشعب العراقي يعني محكومة داخل بغداد تريد أن تسيطر على المنافذ بالتعاون والتبادل ألم يصل الحد إلى أن يعني ما الذي تقترحه إذا هذه القضية؟ تروح قوة عسكرية هناك؟ هذه يعني سلبيات متراكمة الآن لا توجد حلول مفاجئة وسريعة وآنية عليهم أن يعوا بأن هذه الأخطاء المتراكمة هذه نتائجها الآن العبادي أمام محك إما أن يقبل بالتجميد كما أراد مسعود الاستفتاء والتفاوض وكل التفاوض ما بعد الاستفتاء أكيد الكرد هم الرابحون به ولكن سيد العبادي في كل خطاب له لا يدخل في حوار إلا بعد إلغاء الاستفتاء هذا إلغاء الاستفتاء أعتقد أن المراقب العراقي ينظر ما تقوله الدول العظمى الخارجية وليس ما تقوله الحكومة الداخلية فيما يخص الاستفتاء خلينا نروح للمحور الأخير لمقالة سيد عبد الحليم الرهيمي في الصباح إنما ينبغي مناقشته والحوار حوله وعدم تجهله هو اتفاق الجانبين على التزام القوانين التي تتخذها سلطتان التشرعية والتنفيذية الاتحاديتان أعدلة وتطبق في كل أنحاء الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة الاتحادية والإقليم وكبلك تكيد على أن تكون القرارات ملزمة لكل العراق بما فيه الإقليم سيد الرهيمي أعود إلى مقترحك الثاني بشأن حل الأزمة المتعلق بالحوار مع الجهات السياسية الكردية الثانية غير مسعود برزاني المعتدلة كما تسميها يعني يبدو أن ما تعتبره حلا يمثل وجهة نظر عربية خالصة وليس لها علاقة بالكم لماذا ينبث العرب لا يعني العراقين عموما يجلس في أكراد أفن يقترعون بذلك يعني القران والحرارة الإسلامية وجزئهم للتحاد الوطني أيضا يكونوا مقتنائين ويستدخل على الخط يمكن الساد برهم يعني وهل هؤلاء يعني يمثلون واجهة لمسعود برزاني لا مواجه لمسعود برزاني لا لا أقصد يعني مواجهة بالضد من مسعود برزاني هذا الاقتراح لا أفترض مواجهة أفترض أن تتحدث بما هو ميسور وعندما تتقدم خطواته كل مسعود تفضل شف شون صار الحوار ومجدي وبدينا نناقش وثيقة عمل وبدينا نناقش القضايا العالقة من جديد وانت ابعدت نفسك نانع الجدوى من الحوار انت كنت قاطع علينا طريق الحوار ولذلك تفضل لكذا يبعث منذوبين للحضور مثل ما يصل الآن بالبرلمان أولا ما مريد وما نحضر الان أصبح يبعثون ولكن يعني المعروف أن أقوى الأطراف السياسية في الإقليم هو مسعود برزاني ايه بس ما العمل إذا يقول لك فيه استعصاء أنا بديت أساساً عقدة للإستعطاء لا بد منها البعضي أنا أعطيك معلومة أنا سمعت من ماشنطن نسمح أمريكان يفتحون للتبديل السيد مسعود بواحد من العائلة الكريمة وربما يكون لجربان يكون غيره لأن هذا التشدد لا يفيد للأراق ولا الأمريكان ولا يفيد الأكراد ولا يفيد كذا وبالتالي أظن متشدداً ربما نشاهد وربما نفاجأ يعني الآن أسمع الحديث هو كأنه مملكة يعني بإمكان يبدلون ملك وبأمير يجيبون أمير صغير يخلونا بمكان الملك ما نحن النظام الجمهوري شنو يعني هذا ضمن الأنظمة أقول حكومة الأراقية أفهمني حتى الزعاء حتى كردستان مسعود برزاني صار ضمن الانتخابات رئيس قليم كردستان ما صار يعني بتعييد لا يعني شما شافوا شرر الانتخابات وشافوا الاستفتاء وبالتالي أيضاً يعني لا قلت أن يأت واحد من خارجهم اللي تقول لي القوة اللي أفترضها معتدلة تكون بديل ما مقبول لأن تعرف عائلة برزاني قوية وموجودة والجماهير فمن داخل العائلة يعني إما يصير انقلاب قصر أو يصير طريقة وأخرى مثل بقطر مثل بقابوس مثل كل هالمناطق وإنساً ما نفسه ديمقراطي شرحة فلا يجد عن المملكة الممالك بالخليجي يعني نفس المناخ الموجود نفس المناخ الممالك بالخليجي يعني هي فكرة طارحها صحفي طارحها أجهزة بخابرات يسربتها أن يحلل السعصاء أن الفرزان ربما وصربوا لهذا المعلوم ماذا يسعصي تريطية فبالتالي تساهل أنت التقي بدور الزوايا الحادة التقي بمنتصف الطريق حتى تقعدوا تتحاولون بالحوار يحل كل شيء جميل خلينا نروح للمحور الأخير لمقال الدكتور أحمد مهدي في جريدة الحقيقة لا أحد ينكر النضال الكردي من أجل حريته وكرامته ولكن من المؤسفة أن تؤدلج مراحل النضال والتضحيات النبيلة لصالح قوى سياسية وإرادات فردية تسعى إلى تصدر الزعامة الكردية لتضمنا هيمنتها وتصدرها للمشهد الكردي ومن المؤسف جدا أن الأسلوب الحكومية المركزية المبنية على السياسة الانتقائية هو من أدى إلى تفشي ظاهرة المساومات على المستويات كافة دكتور أحمد هل تتفق مع وجهة النظر التي تقول أن أهم فعالته الأزمة الحالية أنها أثرت بشكل كبير على الهيبة السياسية الكردية في بغداد ربما لها تأثير كبير على الهيبة السياسية في بغداد الكردية الكردية هيمنتها على بغداد هي أكيد لكن الأكراد الآن أصبحوا بحاجة إلى هيبة سياسية خارجية يستعيدون صوتهم القديم صوت المعارضة صوت النضال من أجل القضية الكردية هم الآن بهذه الخطوة يعني الآن يريدون إعادة التأريخ النضال الكردي يعيدون التأريخ ويرجعون للجبال بعد هذا الترف والعز الذي حظوا به خلال هذه السنوات هم على يقين بأنه لا يصلوا إلى هذه المرحلة لا عودة للجبال يراهنون على أن المجتمع الدولي ربما يتعاطف مع البعد الكردي أزاء الهشاش السياسية الموجودة في باقي المناطق العراقية الحكومة لم تثبت جدارتها بما يقنع الطرف الخارجي الأوروبي أو الأمريكي بأنها قادرة على أن تلم البعد السياسي على فرشة وطنية متكاملة لذلك الأكراد الآن هم يصدرون البعد التأريخي من جديد على قضية حق تحقيق المصير وهذه القضية مرهونة بتوافقات سياسية خارجية أكثر من الحاجة إلى موافقات سياسية فردية هل تتوقع استمرار ظاهرة المساومات كما تسميها يعني باعتبار أنها أضرت بالبلاد وأوصلته إلى هذه الأزمات المتاحة بالتأكيد تستمر هذه وربما تكون أكثر صخبها مع قرب الانتخابات ستبرز شعارات وطنية تحاول أن تطفع على السطح السياسي لكن أعتقد أن الموقف الكردي سيبقى هو الأقوى في هذه المعادلة كيف يعني هل تتفق مع هذه وجهة النظر أن الموقف الكردي الأقوى؟ لا أتفق لا أتفق رغم احترامي لهذا الرأي بالتأكيد طبعا لماذا؟ لأن الحكومة العراقية المركزية الحقيقة لها أوراق عديدة يعني منها أوراق الضغط اللي يبصير فيها إضافة إلى تكسب شرعية من القضاء والسلطة التشريعية وأيضا الحكومة موقفها حازم إضافة إلى الموقف الدولي يعني خاصة الأمريكي الأمريكي لا يفرط قبل سابق أن يقال يفرطون ببغداد صدام ويكونون مع الأكراد لا لا يفرطون ببغداد المجلس النيابي والسلطة من أجل الأقرار ربما وهم صديق أصدقاء الثنين فبالتالي سيمارسون الضغط لمصلحة الحكومة العراقية التي يرونها أقرب إلىهم وأقرب على الصفحة وأقرب إلى الصواب وبالتالي يمرسون ضغوطهم على الأكراد حتى يبدو بعض التنازلات وتلتقطها الحكومة لنجد إيجاد حلو شكرا عندك رد؟ فقط لا هي قضية أنه ننظر إلى الأكراد في علاقتهم السابقة غير الأكراد بالوقت الحاضر لا ننسى هناك أيضا حركة عالمية حول استقلال بعض الدول بدأت الخارطة ما عادت من هذا التصرف هل كتالونيا وفي نعم هناك توجه إلى احترام هذه الأقليات كصوت معارض جديد يقول لك ما عاد مشكلة تعال نغير الدستور ونخل هذه الفقرة وروح استفتي ومتى كان الدستور موضوعا على الطاولة حتى يكون لديهم شكرا جزيلا انتهى وقت البرنامج شكرا لكم مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج شكرا وموصولوا للضيفية في الستوديو الكاتب والإعلامي عبد الحليم الرهيمي والكاتب والأكاديمي الدكتور رحمد مهدي شكرا لكم في معلوم اشتركوا في القناة شكرا لكم في القناة